اتفاقية غاز شرق المتوسط التي وقعت اليوم باتت تربط ستة دول متوسطية هذه الدول أسست في يناير 2019 ما يعرف بمنتدى غاز المتوسط EMGF بموجب اتفاقية اليوم تحول هذا المنتدى إلى منظمة إقليمية فيمكن فهم مدى أهميتها إذا نظرنا إلى الخريطة الأعضاء هم مصر، الأردن، إسرائيل، اليونان وإيطاليا العلاقات بين هذه الدول في إطار عمل منظمة جديدة ستفتح الباب لتوثيق ودعم التحالف بينها نحن لا نتحدث هنا عن دول صغيرة الحجم مصر الغنية بالغاز أعلنت عن اكتشافات لحقول غاز معظمها في البحر المتوسط أكبرها حق الظهر الذي تقدر احتياطاته بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز هو الأطخم في البحر المتوسط يليه أيضا حق الشمال الإسكندرية باحتياطي 141 مليار متر مكعب من الغاز هو لا يزال في مراحل اكتشاف حتى الآن قبرص مثلا اكتشفت في فبراير 2019 احتياطيا ضخما للغاز بين 140 إلى 230 مليار متر مكعب فيتركز جزء كبير منه في حقل مكتشف في 2011 أما إسرائيل الأنشط في استخراج الغاز من الحقول المكتشفة منذ عام 2000 فاكتشفت ستة حقول على الأقل يتجاوز الاحتياطية من الغاز فيها تريليون ومئة مليار متر مكعب بحسب هيئة مسح الجيولوجي الأمريكية وتقديراتها في 2010 فيبلغ احتياطي الغاز لإيطاليا نحو 70 مليار متر مكعب فيما تبلغ حصة اليونان مثلا نحو مليار متر مكعب من الغاز للأردن أيضا ستة مليارات متر مكعب من الغاز